أيها المؤمنون عباد الله بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا بعثه جل في علاه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فكان أول ما أمرهم به عبادة الله وحده لا شريك له أمرهم بلا إله إلا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان من أول ما أمر به من الأعمال الصلاة كما قال جل في علاه يا أيها المزمِّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتِّل القرآن ترثيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شِئَةَ اللَّيْلِ هِيَا شَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَ مُقِيْنًا فكانت الصلاة أهم ما يأمر به صلى الله عليه وسلم